النهاردة فيه أسادسة مساءً مساء الأحد يعني أغلق باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقارنة إن شاء الله يوم 20 أكتوبر المقبل اليوم شاهد تقدم عدد كبير من المرشحين تعالى أقول لكم الأسماء الأسماء النهائية ترشحت لانتخابات نادي الزمالك يلا بينا على منصب رئيس النادي هقول من غير ألقاب يعني وما حافظ ألقاب كلهم أسماء كبيرة يعني حسين لبيب فاروق جعفر ماجد فاروق الحنبالي مرفت السيد أحمد عمر جلال هاريدي ده منصب رئيس النادي منصب نائب رئيس النادي هاني العتال هشام نصر واحمد عبد الغني دور المرشحين لمنصب النائب أما منصب أمين الصندوق فارو الشحلاء وحسام المندوه كريم عادل عبد المجيد سليم محمد قدري علي وخالد لطيف منصب العضوية فوق السن أحمد سليمان هاني شكري هاني برزي عمر أدهم حسين السيد محمد طارق أحمد عفيفي هشام يكن شيرين الفي عبدالله جورج شريف إسلام رجب رواش أحمد فودا نصير حمدية كمال مروى أميرة أمير الرفاء عفوا أشرف إمام عبد السلام مروى البروجي نجلاء ناجي أحمد عبادة سيف الإسلام محمد يوسف طارق عبدالعال رفعت شبل وسامح سني علاء مقلد وحاتم السيد ومصطفى عبدالخالق وهاني عيد والحسيني سمير ونجلاء خليفة وسيد متولي أما منصب العضوية تحت السن ففي مرشحين هم رامن سوحي أحمد خالد حسنين نيار الأحمر أحمد خالد الصادق أحمد هاني زادة علي العاطفي ياسمين الشريف إيهاب عسمة علي أحمد النمس محمد عودة هشام نصر إبراهيم وخالد منتصر الزياد لا تعليق فيما يخص الانتخابات في الوقت الحالي كل التوفيق إن شاء الله للجميع منفسة رائعة وجيدة لصالح نادي أزا مالك هجمعين نادي أزا مالك أنا بس هكرر اللي طلبته قبل كده نادي أزا مالك طبعا يمر بأزمة مالية طبعا في بعض المشاكل الكثيرة في نادي أزا مالك اللي جاي أهم حاجة بس من داخل الانتخابات تبقى عارف إنك عندك حلول وعندك حافز وإنك تشتغل وعندك حماس إنك تشتغل لصالح نادي أزا مالك مش مستحمل دلوقتي أي شخص ولو واحد بس في كل المرشحين أو اللي هيخشوا يعني ويكسبوا إن شاء الله إنه ما يكونش مؤهل أو ما يكونش قادر أو ما يكونش عايز أو ما كنتش مهتمة كل اللي هيروح يشتغل في نادي الزماكن لوقتي هو داخل في وضع مسهل وأطلب من السادة المحترمين جميعا اللي داخلين انتخابات نادي الزماكن اللي هيفوز منهم ما يجيش يقول الجملة الشهيرة لأيه أنا جيت استلامت النادي ومليئة مشاكل انت نازل الانتخابات وانت عارف إنه في مشاكل يعني انت عندك حل أو هتحاول يبع عندك حل فما تقولش هامليش دعوة أهو انت نازل لو مش هتقدر ونخلص فيه غيري ويقدي كل التوفيق للجميع إن شاء الله تبقى انتخابات نازيهة ومحترمة وهدية وما فاش أي مشاكل وما فاش أي منوشات ولا أي حاجة المفروض إن كل نازلين دول ناس بتحب نادي الزمالك فاللي بيحب نادي الزمالك سواء كان جوه بقى في مجلس الإدارة أو من برة يشتغل لصالح نادي الزمالك